يختلف الحج بين الماضي والحاضر فمنذ تولي الملك المؤسس مقاليد الحكم شهدت المشاعر المقدسة الاهتمام والتطوير في جميع المجالات وكسائل الحجاج فإن لحجاج شمال المملكة طرقهم ووسائلهم في الوصول إلى الأراضي المقدسة في وقت لم تكن فيه الخدمات كما هي في وقتنا الحالي الله يعز الحكومة لحنا تحضلها الآن أول ما بدت أرخصت لها السيارات المرسجسات والسيارات النقل هذين يأخذون الحجاج يجون ويأخذون هالحجاج والله أني خبر يأخذون طبقتين يحطون السيارة غاطية غاطة لحذر يحطونها الحريم وكذا والغاطة لفوجي بها الرجاجي وجهبات زهابهم كذا على الجنوب والسيارة شوفها تقول شيفها السيارة مكشفتها ويأخذونهم سنيات بهذا الشكل السيارة يأخذون تمشي من هنا بوّل عشر ويأجب الليلة أمرحهم سووا إشياتهم ودريت تريحهم مع الفجر يصلون ويمشون منذ عهد المؤسس وحتى وقتنا الحالي حمل ملوك هذه البلاد على عاتقهم مهمة خدمة حجاج بيت الله الحرام ورسم الخطط والبناء لتذليل كل ما من شأنه أن يكون عائقا أمام ضيوف الرحمن يوم أنهم على الرحايل يأخذون زهابهم شيء حين هذا البقل نسميه بقل ويسمونه مضير أهل بعض الناس اللي به الشمال أقبل أيام يوم أنها صرت السيارات والطرق تسهلت ولله الحمد بفضل الله ثم بفضلها الحكومة السعودية الله يعزهم إن شاء الله هو يثبت إن شاء الله قواعدهم اللي عز والإسلام من شرقها وغربها قامت عادة الناس تأخذ تمداد ويتلبس للابس نظاف وتأكل أسل حلو وتجرمان حلو ومعها الطرق المعبدة أو معها الطيران ومع تطور وسائل النقل وزيادة عدد الحجاج أضعاف ما كانت عليه بالسابق جعلت المملكة جل اهتمامها في تطوير وتوسيع المشاعر المقدسة خدمة للحجاج من جميع الأسقع للخبارية علي الكثيري منطقة الحدود الشمالية